موسيقى موسيقى أهلا بكم معنا أعزائي المشاهدين إذن تأتيكم الآن هذه الحلقة الجديدة في برنامج منشيت نتابع في هذه الحلقة أهم القضايا الملفات التي تتم بها الصحافة العالمية والعربية اليوم والتي دائما ما تكون هي الأولوية في الاهتمام بما تسطره الصحافة العالمية عن المنطقة العربية والبداية نبدأها بالعلاقات المصرية الأمريكية المهمة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية وكيف تبدو في نظر الوكالات والصحف العالمية رولير ترزق بدأت بهذا العنوان ترامب يسعى لإعادة بناء العلاقات مع مصر في اجتماعه مع السيسي في التفاصيل قال مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ترامب سوف يسعى لإعادة بناء العلاقات مع مصر أثناء اجتماعه يوم الاثنين مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع تركيز على القضايا الأمنية المساعدات العسكرية حيث أبلغ المسؤول الصحفين أنه يريد استغلال زيارة الرئيس لتأسيس بداية جديدة لعلاقات تنائية طبعا هذه العلاقات متميزة منذ القدم ومحاولة لتعزيز الصلاة القوية التي يقامها الرئيسان عندما اجتمع لأول مرة في نيويورك في سبتمبر الماضي مصادر رسمية في القاهرة في ناحيتها قالت أن السيسي سوف يصل إلى واشنطن يوم السبت أي اليوم في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام هي الأولى من نوعيها للرئيس المصري منذ عام 2010 أضافت المصادر أن الرئيس سيكتمع أيضا مع وزير الخارجية الأمريكية ريكسي تيلرسون ومع وزير الدفاع جيمس ماتس حيث سيتم مناقشة عدة موضوعات يعني قبل لقاء الرئيسين المزمع عقده ولقاء الرئيسين المصري الأمريكي سوف يتناولوا ملفات متعددة حقيقة ومنها ملف بين قوسين يؤرق العالم ككل وأيضا الدول الأوروبية خاصة وهو ملف مكافحة الإرهاب هنا لب الصراع أيضا في منطقة الشرق الأوسط الذي دائما تركز عليه مصر هو القضية الفلسطينية الأوضاع في المنطقة أيضا من أهم ملفات التي سوف يتم مناقشتها في هذا اللقاء خاصة فيما تعلق بملف السوري أو العراقي أو اليمني أو الليبي البيت الأبيض قال أن علاقة ترامب مع الرئيس السيسي شهدت بداية جيدة قبل انتخابة الرئاسة الأمريكية أثناء اجتماع في نيويورك في شهر سبتمبر عندما كان ترامب مرشح الحزب الجمهوري المسؤول قال أيضا أن ترامب يؤيد نهج الرئيس السيسي وخاصة في ملف مكافحة الإرهاب الذي يشمل جهودا عسكرية جهودا سياسية وأيضا المساعي لمحاولة إصلاح اقتصاد مصر دعوات الرئيس السيسي إلى إصلاح وتجديد الخطاب الديني لأن هذا الخطاب الديني له دور كبير جدا في مكافحة الإرهاب المسؤول سؤالة عما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تصنف الإخوان كجماعة إرهابية مثل ما فعلت مصر قال أن ترامب مهتم بسمع أراء السيسي أثناء هذا الاجتماع لأن هذا الموضوع في غاية الأهمية ملف مهم جدا مكافحة الإرهاب يطلب رأسيه الآن على كافة النواحي ننتقل معكم لنتابع الاتهامات التي تطال وما زالت الآن حقيقة تطال الحملة الانتخابية لدوناد ترامب بأن روسيا تدخلت لدعمه في تولي الرئاسة هذه العنوين أو هذا الموضوع أو هذا التحقيق يأتينا من صحيفة وولستريد جورنال مايكل فلين يطلب الحصانة في مقابل الشهادة حول الاتصالات مع روسيا كان هذا هو العنوان الأبرز أو الواضح في هذا الموضوع في التفاصيل ماذا يقول؟ قال مسؤول رفض الإفساح عن هويته أن الجنرال مايكل فلين الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس دوناد ترامب قبل أن يكبر على الاستقالة على خلفية اتصالات أجراها بالسفير الروسي في واشنطن وهذا بحسب ما قالت الأجهزة قد عرض الإدلاء بشهادته حول الدور الروسي في الحملة الانتخابية لترامب في مقابل الحصول على الحصان الجنرال فلين تقدم بهذا العرض أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي وأمام لجانة الاستخبارات في مجلس الشيوخ والنواب وكان فلين قد أرغم على الاستقالة من منصبه كمستشار الأمن القومي في شهر فبراير الماضي بعدما تبين أنه أدل بتصريحات مضللة حول محادثات أجراها مع السفير الروسي إلى واشنطن سيرجي كيسلياك حول العقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو بعد اتهمها بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية للصالح فوز ترامب لكن مع عرض فلين التحدث بشأنه لم يتضح تماما ولكن سعي هذا الجنرال الذي تقعد مؤخرا للحصول على الحصانة يلمح إلى خطر ملاحقته قال محامي الجنرال في بيان من المؤكد أن فلين لديه ما يقوله وهو يريد التحدث فعلا إذا سمحت الظروف بذلك المحامي أيضا تابع احتراما للجان لن نعلق حاليا على تفاصيل المحادثات ما بين محامي فلين ولجان الاستخبارات في مجلس الشيوخ والنواب أيضا وقال أيضا سنكتفي بالتأكيد بأن هذه المحادثات قد حدثت حيث يجري الكونجرس أربعة تحقيقات مستقلة في الأقل في تلك الادعاءات بأن موسكو حاولت التأثير في حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح ترامب بينما تتزايد الشكوك حول تواطئ مقربين من ترامب مع موسكو بحسب الوثائق التي نشرها الكونجرس كما نقول فإن الجنرال فلين المدير السابق لاستخبارات العسكرية في عهد أوباما قبض أو حصل على 33750 دولارا في مقابل مشاركته في ديسمبر من عام 2015 في حفل بمناسبة ذكرى تأسيس قناة روسيا اليوم التلفزيونية الحكومية ولم تكن هذه المشاركة السرية لكن ما لم يكن معلوما حتى اليوم المبلغ الذي حصل عليه في مقابل مشاركته في هذا الحفل حيث قلس إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين خلال مأدوبة عشاء إذن هذا الملف فوز ترامب وعلاقة روسيا بهذا الموضوع يبدو أنه مستمر إلى ما لا نهاية ولن يغلق الملف السوري ومباحثات جينيف التي انتهت أمس هناك خبر من وكالة روتز حول هذا الملف في العنوان الخبر يقول طرف الصراع السوري يتبادلان الإهانات بعد قولة محادثات جينيف وهنا نتوقف عندما يتحدث هذا الخبر أو تتحدث الوكالة عن أن طرفي الصراع بمعنى أنها سمت المعارضة والحكومة بأنهم هما طرف الصراع مع أنه في الواضح أو في العموم أنه لا يمكن أن تكون هناك ميليشيات مسلحة أو ثمت معارضة قد تكون رأسها برأس الحكومة أو دولة ككل ليس هذا في سوريا فقط لكن في كل الأماكن طبعا الدولة بأجهزتين مختلفة لا يمكن أن تتناسب مع المعارضة التفاصيل ماذا يقول هذا الخبر؟ تبادل مفاوض الحكومة والمعارضة السورية الإهانات ووصفوا بعضهم بعضا بالإرهابين والمرهقين بعد جولة من محادثات السلام استرقت ثمانية أيام في جينيف لا يلتقي الجانبان وجه الوجه لكنهما يتفاوضان عبر مبعوث الأمم المتحدة استيفان ديمستورا هنا المعضلة أيضا كيف أنهما يحاولان أن يكون فيما بينهما سلام ومحادثات ومفوضات وهما لا يلتقيان وجه الوجه لعرض كل منهما لمشكلته لكنهما يعني عبر وسطاء يلتقون أو يتحدثون يوجهان الانتقادات الحادة أمام كاميرات التلفزيون بعد كل اجتماع حيث قال رئيس وفد المعارضة النصر الحريري أن الرئيس الأسد رفض مناقشة مسألة الانتقال السياسي في جولة محادثات بقيادة الأمم المتحدة وهذا ما تتحدث عنه المعارضة أضاف أنه ينبغي أن يتنحى باسم السلام كما قال أضاف أيضا أنه يبحث عن شريك في المفوضات يضع مصالح الشعب السوري أولا طرى ما هو الشريك بينما قال بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية أن هيل جديدة وتحتاج للوقت لكي تهضم وقاع الحوار السوري وقال أيضا أن مستقبل سوريا يقرره السوريين بأنفسهم وليس السفير الأمريكية ولا غير السفير الأمريكية أضاف بشار الجعفري أيضا ليس لدينا شريك وطني ولا توجد إرادة سياسية لدى رعاة الإرهاب وهنا يقصد مبثلة أمريكا في الأمم المتحدة الجعفري قال أيضا أنه وفده وسلم لديمستورا وثائق بشأن كل جوانب المحادثات وهي الانتخابات، الدستور، إصلاح نظام الحكم، مكافحة الإرهاب إلا أن المعارضة لم ترد على هذه الوثائق هنا طبعا المعضلة ما زالت مستمرة مداما الطرفان يعني بعيدين عن بعضهم البعض ولا يلتقيان بحسب ما جاء في وكالة الرويرتز إنما الحوار يبدو من بعيد أو عبر وسيط نبقى مع الملف السوري المتأزم لكن هذه المرة مع واحد من أفراد عائلة بشار الأسد نقرأ من الصحيفة الفرنسية التي تقول لوبوان مصادرة أملاك عقارية لرفعة الأسد في فرنسا في التفاصيل علاية محكمة فرنسية مصادرة أملاك لرفعة الأسد عمل رئيس السوري بشار الأسد النائب السابق للرئيس الأب حافظ الأسد في فرنسا حيث اشتبه بأنه صنع ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة وغسل أموال بشكل منظم والتهريب ضريبي محكمة الاستناف في باريس رفضت الطعون التي تقدم بها رفعة الأسد شقيق رئيس السوري الراحل الأب حافظ الأسد الذي أبعد من الحكم في ثمانيات القرن الماضي أي رفعة الأسد أبعد وتجه إلى فرنسا كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية باريس وبعد تقدم جمعية شربة جمعية تسمى بشربة والتي تحارم الجرائم الاقتصادية بعد أن تقدم بشكوى المحققون في هذه الشكوى قدروا أملاك رفعة الأسد وأسراته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو وموزع ما بين أملاك عقارية في باريس وأيضا استبل للخيول في المنطقة الباريسية بقيمة تبلغ 7 مليون يورو ومجموعة مكاتب في اليون بقيمة تبلغ 12 مليون و300 مليون يورو حيث قال مصدر قريب من هذا الملف أن القضاء سينظروا لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات المصادرة وعند الاتصال أي اتصال الصحيفة لبوان الفرنسية بأحد محامي الأسد اللي هو رفعة الأسد يعني رفض أن يعلق حول هذا القرار بمصادرة ممتلكاته قضية فلسطين القضية المهمة لب الصراع في الشرق الأوسط التي حضرت ملاقشات متعددة في الكمة العربية التي انتهت في الأردن طبعا هذه القضية دائما في كل الملفات وكل الصحف ننتقل لهذه القضية سين ان تقول في عنوانها جوتاريس منزعج لقرار إسرائيل الموافقة على بناء مستوطنة جديدة في تفاصيل هذا الخبر قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتاريس أن الأمين العام يشعر بخيبة أمل ومنزعج من قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع أن المستوطنات تتم على قدم وساق من فترة طويلة وفق مجلس الوزراء الأمن الإسرائيلي على بناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في عشرين عاما في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بن أمين نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني إذن هنا تبدو الأزواجية والشيزوفورينية للكيان الصهيوني عندما يتفاوض هنا نتنياهو لكي يقف الاستيطان في نفس الوقت تبني إسرائيل مستوطنة جديدة قال المتحدث باسم جوتاريس وهو استيفان دوغاريك في بيان أكد الأمين العام مرارا وتكرارا أنه لا توجد خطة بديلة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش معا في سلام وأمان الأمين العام يندد بجميع الأعمال الأحدية مثل القرار الحالي التي من شأن هذه الأعمال أن تهدد السلام وتقوض حل الدولتين قال دوغاريك الأنشطة الاستيطانية تعتبر غير قانونية بحسب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام البيت الأبيض بدأ من جانبه أكثر تفهوما لخطة إسرائيل للمستوطنة الجديدة إذن البيت الأبيض هنا تفهمه يبدو أنه موافقة بالضرورة والتي من المزمع أن تقيم فيها حوالي أربعين أسرة طردت من منطقة عمونة وهو موقع استيطاني بالضفة الغربية وتم هدمه في شهر فبراير لأنه بونية على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة وأشار مسؤول بالبيت الأبيض إلى أن نتنياهو قدم تعهود لمستوطنة عمونة قبل أن يتفق ترامب مع نتنياهو على العمل لتقييد النشاط الاستيطاني إذن هناك اتفاقات أو تفاهمات فيما بين إسرائيل والولايات المتحدة على وقف أو تجميد الاستيطان في نفس الوقت هو يعوضهم أين تنياهو هؤلاء بمستوطنة جديدة هنا الإزدواجية تبدو من قبل الكيان الصهيوني بعد فاصل ننتقل مرة أخرى مع أهم تفاصيل الأخبار مع الأخبار العربية